شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين نبدأ بإذن الله تعالى مجموعة من الأحاديث تتعلق بالموت هو عالم ما بعد الموت الذي يطلق عليه عالم الآخرة يطلق عليه عالم الآخرة ولكن قبل أن نبدأ بالموضوع يطرح هناك سؤال وهذا السؤال هو لماذا الحديث عن الموت؟ أفرغنا من مشاغل الحياة ومشاكلها ومشاكلها لنتحدث حول الموت ألم يكن من الأولى أن نتحدث عن الحياة بدل أن نتحدث عن الموت؟ في الإجابة على هذا السؤال نذكر نقطتين النقطة الأولى الحديث عن الموت في واقعه حديث عن الحياة 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 حقيقة تشكيكية ذات مراتب المرتبة الدنيا من الحياة التي نعيشها والمرتبة العليا من الحياة تمثلها حياة الآخرة وَلِذَلِكَ فَالْحَدِيْثُ عَنْ الْمَوْتِ في واقعه حديثٌ عن الحياة ربما هذه الفكرة يشوبها شيء من الغموض لتقريب هذه الفكرة نذكر مثالاً منتزعاً من واقع حياتنا التي نعيشها الحياة النباتية هذه الحياة التي تجدونها في النبتة هذه مرتبة من مراتب الحياة الآن نغض النظر عن الجماد وهل الجمادات لها حياة أو لا توجد لها حياة النبتة لها نوع من الحياة ولكنها مرتبة دنيا من مراتب الحياة الحيوان له نوع من أنواع الحياة ولكن هذا النوع يمثل مرتبة متقدمة نحن البشر نملك نوعاً من أنواع الحياة ولكن هذا النوع يشكل مرتبة عليا من مراتب الحياة هذه المراتب التي نجدها في هذه الحياة الدنيا إذا نحن نلاحظ الدنيا بمجملها في مقابل الآخرة بمجملها هذه الحياة هذه الحياة الدنيا تمثل مرتبة هابطة من أنواع الحياة والحياة المراتب الآخرة تمثل مرتبة عليا من مراتب الحياة وَلَعَلَّهُ لِذَلِكَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي لَعَلَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَعَلَّهُ هَذِهِ الْحَيَاتِ فِي مُقَابِلِ تِلْكَ الْحَيَاتِ لَا تُعْتَبَرُ حَيَاتًا يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي كَأَنَّهُ تِلْكَ الْحَيَاتِ لا يقول إنها حياةٌ عليا لا يقول إنها حياةٌ حقيقية يقول إنها هي الحياة وهناك بحث في علم البلاغة يذكرونه أن فاقد الكمال ينزل منزلة فاقد الذات وفي آيةٍ أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ مثل واحد كان أعمى ثم يفتح عينيه وإذا به يفاجأ بأشياء غير مألوفة أنا شايف من رأى أعمى فتحت عينه وَلَمْ يَكُنْ رَأَى شَيْئًا من قبل في قضيةٍ مطولة كان ولد أكمح يقول كان ينظر بدهشة إلى الأشياء إلى المناظع إلى الوجوح إلى يديه إلى ثوبه مذهول لعل مثل هذه الحالة أو أشد من هذه الحالة تعترينا عندما ننتقل إلى الآخر والشاعر يقول فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالْمَنِيَّةُ يَقْضَتُ وَقَبْلَ ذَلَكَ الْحَدِيثُ الشَّرِيْفِ يَقُولَ النَّاسُ نِيَامُ شُنُو الْفَرْقِ بَيْنَ النَّائِمُ وَبَيْنَكُمْ أَنْتُمْ الْيَقِضُونَ هَذَا هُوَ الْفَرْقِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْوَاتِ النَّاسُ نِيَامٌ إِذَا مَاتُوا إِنْتَبَهُ إِذَا وَاحِدَ عَرَفَ الْمُسْتَقْبَلِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُخَطِطَ لِذَلِكَ الْمُسْتَقْبَلِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْرَفِ الْمُسْتَقْبَلِ فَكَيْفَ يُخَطْطُ لِذَلِكَ الْمُسْتَقْبَلِ أحد المؤمنين الذين عاشوا فترة في بلاد الغرب كان يقول إحدى العوامل التي تدفع كثير من الغربيين إلى الإيمان بالإسلام قضية الموت قضية المستقبل المجهور الأديان الأخرى المذاهب الأخرى الفعلية لا توجد فيها صورة واضحة عن الموت ولكن في ديننا صورة واضحة تمام الوضوح بالمقدار الممكن مثل خريطة أمامكم تلاحظون بها الطريق وتلاحظون بها الهدى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت والقرآن الكريم وضعوا أمامنا خريطة واضحة للموت ولما بعد الموت هذه الإجابة الأولى الإجابة الثانية إن الحديث عن الموت مضافا إلى أنه حديث عن حياتنا الحقيقية مضافا إلى ذلك له ارتباط وثيق بحياتنا التي نعيشها المستقبل يوجه الحاضر ويعين لك كيف تمشي في حياتك التي تعيشها الآن شتان بين فردين فرد لا يؤمن بالآخر وفرد يؤمن بالآخر شتان بين حاكمين حاكم يعيش الآخر وحاكم لا يعيش الآخر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نمله أسلبها جلب شعيره ما فعلت هذه روحية الذي يؤمن بالآخر ربما لا يكون ذلك معصية مطلقة وربما يكون ذلك معصية نسبية ولكن هذا الفرد الذي لا يظلم النمله المتقي الذين يسيرون على منهاج أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يظلمون النمله هذا الذي لا يظلم نمله يظلم زوجته يظلم أولاده يظلم شعبه إذا كان حاكم هذه الفجائع التي رأيناها في عهد البعث في العراق ناشئ من عدم الإيمان بالآخر الحاكم الذي لا يؤمن بالآخر يمكن أن يفعل كل شيء يقتل الملايين والحاكم الذي يسير على خطى أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يسلب من نمل جلب شعير بعد هذه المقدمة ندخل في صلب الموضوع أول مرحلة من المراحل التي تتعلق بعالم الآخرة وهذه نمر عليها كلنا واحد ليصور أن الموت حق ولكن للجيران هذه المراحل يجب أن نمر بها كلنا المرحلة الأولى من المراحل مرحلة الاحتضار كلمة الاحتضار مأخوذة من مادة الحضور لماذا يطلق على هذه المرحلة مرحلة الاحتضار لعله لأن هناك عناصر من عالم الغيب تحضر عند المحتضر ما هي هذه العناصر نشير إليها بإذن الله هذه المرحلة مرحلة مرحلة الاحتضار مرحلة مهمة جدا هناك كلمة للمسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول البناء يقولون لكم إن البناء بقاعدته القاعدة إذا كانت قوية البناء يكون قويا ولكني أقول لكم إن البناء بخاتمته لا بقاعدته لأن هذه المرحلة ولعلها تكون لحظات عابرة هذه المرحلة تقرر المصير النهائي للحياة الأبدية واحد في هذه اللحظات إما أن يربح الربح الذي لا ربح فوقه وإما أن يخسر الخسارة التي لا خسارة فوقها النقطة التي ينبغي أن نشير إليها أن الموقف الذي يتخذه الإنسان في لحظات الإحتضار لا ينبع من فراغ في الكون ما عندنا شي ينبع من فراغ كل كل شي يستند إلى مجموعة من المقدمات وإلى مجموعة من العلل المتعاقب التي أنتجت هذه الظاهرة التي ترونها هذا الموقف الذي يتخذه المحتضر هذا لا ينبع من فراغ وإنما هذا ناتج من مجموعة من العوامل المتقدم التي ربما تدخل الفرد في صناعته في كل يوم من حياته في الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الهمزات يعني الدفع بقوة شايفين أحيانا والعياذ بالله إذا واحد في لحظة خذلان إلهي يقدم على معصية يركض إلى تلك المعصية ركض هذا الدفع هذا الدفع الشديد يقال له همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ ما هو معنى هذا الحضور هناك حضورات كما يبدو لا حضور واحد لعل المراد لعل المراد بهذه الآية حضورات متعدد كل يوم الشيطان يحضر كل يوم أنتو عندما تريدون أن تستيقظوا لصلاة الصوب الشيطان يقول أنظر والملائكة يقولون لا تنظر شبه هذا الكلام ذكر في الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بعض العلماء ذكروا هذا مو تنزل واحد وإنما هذا تنزل دائم ولكنه الآن على نحو إلهام في قلبك الملك يقول قم لأداء الفريض لا تنظر إلى هذه المرأة الأجنبية ولكن هناك تنزل أخير هذه الحضورات المتعاقبة هي التي تعين ذلك الحضور الأخير هذا الفرد الذي عمر قال للشيطان نعم في اللحظة الأخيرة هذا طيع بيد الشيطان في قضية الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذلك الرجل قال للشيطان اللي كان شايف الشيطان في عالم الرؤية قال قال كيف تجرني بأي حبل من هذه الحبال تجرني بالحبال الغليظة بالحبال الدقيقة قال أنت حبل ما تحتاج أنا من بعيد أشر لك وتركض إلى هذا اللي عمر للشيطان قال نعم في اللحظة الأخيرة وفي المعركة الأخيرة مشكل أن يقول للشيطان لا هذا اللي عمر قال للشيطان لا في هذه المعركة الأخيرة في الحروب يقولون أخطر معركة وأهم معركة المعركة الأخيرة لأنها المعركة الفاصلة هذا اللي عمر قال للشيطان لا في تلك اللحظات الأخيرة أيضا بعون الله بإمداد الله أيضا يقول للشيطان لا هذه النتيجة النهائية تتويج لجميع تلك النتائج المتعاقبة ولذلك الواحد حقيقة لأن هذه قضية مهمة يجب أن يصمم أن يقول للشيطان لا لا فقط في مجال الواجبات والمحرمات حتى في مجال المستحبات أنت خليتوا المنبه قبل الأذان أذان الفاجر بعشر دقائق حتى تصلوا صلاة الليل المنبه يدوك ادقومون الشيطان يقول لادقوم قاوموا هذه معركة هذه معركة لكم مع الشيطان وكل موقف في هذه المعارك المتتالية يأثر في المعركة النهائية المعركة الأخيرة عند الشيطان جدا مهم لأن الشيطان أهم نقطة عنده أن يجعل الفرد جهنمية يقول أنا احترقت أحرق الآخرين معي هذه أهم نقطة عند الشيطان والفرد إنما يكون من أهل الجنة أو من أهل النار هذا الذي يقرر اللحظات الأخيرة وهذه اللاءات لا ونعم المتعاقبة تعين لا ونعم الأخيرة هذه نقطة النقطة الثانية اللي أيضا هي مهمة الإنشدادات الدنياوية إذا أنت ما عندك إنشداد ما عندك علاقة كلنا عندنا علاقة بالدنيا ولكن مو العلاقة اللي نقدمها على الله وعلى الإيمان هذه هذه العلاقات الدنياوية الشيطان يستخدمها كسلاح في اللحظات الأخيرة يهدد هذا هذا بحث حقيقة يحتاج إلى كتاب علمي ضخم دور الشيطان الدور الخفي للشيطان ولعلنا نعرض له في حديث آخر يهدد الشيطان يهدد إذا واحد عنده علاقة بالمال الشيطان في اللحظات الأخيرة يهدد في نقطة ضعفه هذا إذا عنده علاقة بالجاح يهدد في هذه النقطة أما إذا واحد ما عنده علاقة بالشيط يعني قلب مو مشدود بالدنيا وإن تعامل مع الدنيا التعامل غير التفاعل التفاعل غير الانشداد ما عنده سلاحظتكم هذه القضية منقول أن رجلا في لحظات الاحتضار أخذوا يلقنونه العقائد الحق ينبغي أن يلقن المحتضر العقائد الحق كأن الميت المحتضر في لحظات ضعف مجموعة عوامل ضعف ضعف بدني ضعف روحي يحتاج إلى تلقين قلوا له مثل واحد يريد يعبر مرحلة تعلموه تشوقوه تشجعوه فتعرض عليه العقائد الحق قل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ما كان يقول ثلاث مرات أخذوا يعرضون عليه العقائد الحق فما كان يتكلم ولكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه الحالة عرق عرق وشيئا فشيئا عادت إليه حالته الطبيعية بعد ما استعاد حالته الطبيعية قال جيبوا لي ذاك الصندوق جاءوا له بصندوق كانت عند ورقة أو أوراق في ذلك الصندوق مزقها جميعا قالوا ما هذا العمل قال أنا كنت في لحظات الاحتضار ورأيت رجلا كبيرا طاعنا في العمر واقف عند الصندوق يقول لي لا تقل إذا تقول أنا أمزق هذه الأوراق أوراق تجارية كانت عند أنا ما كنت أتمك هذه العلاقة يهددك في نقطة ضعفك والآن الحمد لله عادت إلي حالتي الطبيعية فكرت أنه أتخلص من هذه الأوراق حسابات كانت عند الديون كانت يطلبها من الآخرين كانت مثبتة في هذه الورقة أو الأوراق وهناك قضية معروفة قضية حمام من جاب المحدث القمي رحمة الله عليه ذكرها في كتابه منازل الآخرة أن الإنجراف وراء الشهوات الجنسية يمكن أن يؤثر في تلك اللحظات إذن نلخص الحديث أنه تلك اللحظات الأخيرة هي النتاج أعمالنا ومواقفنا التي نتخذها لحظة بلحظة واحد ينبغي عليها أن يراقب وأن يحاسب نفسه وأن يفكر أن هذا الخطأ الصغير يمكن أن يؤدي إلى ذلك الخطأ الكبير والفرد الذي يعيش مع الله مع أهل البيت مع القرآن مع الأدعية عاش حياة ذيش اللحظات أيضا تكون إنعكاس لهذا العمر الذي قضاه أذكر لكم ثلاثة نماذج من اللحظات الأخيرة للأفراد الذين مشوا في خط الله النموذج الأول المجدد الكبير صاحب قضية التنباك عاش عمرا مع القرآن مع الأدعية كان حافظ كثير من آيات القرآن كثير من الأدعية كان كثير الدعاء في اللحظات الأخيرة في لحظات الاحتضار كتبوا في أحواله أنه أخذ يقرأ الآيات الأخيرة من سورة الحشر هذا الذي عمر كان بفكر الله والقرآن في تلك اللحظات أيضا يكون بفكر الله والقرآن أخذ يكرر هذه الآيات ثم بدأ بها من جديد أخذ يتلو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وقبضت روحه في هذه النقطة النموذج الآخر رجل من الذين أفنوا أعمارهم في حب أهل البيت وفي حب سيد الشهداء صلوات الله عليه الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة من حياته طلب قارئا من الذين يقرؤون مصائب سيد الشهداء قالوا ماذا تصنع في هذه الحالة قال أحب أن ألقى الله ودموعي جارية على الحسين في اللحظات الأخيرة هذا النموذج الثاني النموذج الثالث أحد مراجع التقليد في قوم المشرفة وهو السيد الحجة كان من مراجع التقليد المعروفين الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه له كتاب يذكر في هذا الكتاب الشيخ مرتضى الحائري كان صهر السيد الحجة والشيخ مرتضى الحائري من العلماء المعروفين بالعلم والورع والتقوى مجمل القضية يقول في يوم من الأيام دخلت على السيد الحجة يقول في بيت كان هناك ترميم وتعمير فرأيت أنه قد أوقف التعمير وقال للبنائين أن يذهبوا فقلت له لماذا أمرتم البنائين أن يذهبوا قال ما دمنا نريد نريد نموت أو على وشك أن نموت فلا فلا داعي للترميم كأنه خدث له نوع من الإلهام بأن موته قد قرب وبعد وبعدين قال في هذه الأيام القلاء الأكثر تعال عندي يقول في يوم الأيام أيام الأربعاء يوم الأربعاء كان في الأيام الأخيرة بعد ما أخذ يقبض الحقوق الشرعية ما كان يقبض قبل وفاته بأيام قليلة يقول دخلت عليه في يوم الأربعاء وكان عنده صندوق هو طلبني كانت هناك أموال في هذا الصندوق أخرج هذه الأموال وقال هذه الأموال اصرفها في مصارفها ولم يبق في الصندوق شيء يقول ظاهرا بعد ما كان عند مال آخر إلا شيء قليل كان في جيبة عينه للصدق بعدين رفع طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أديت ما علي نتمكن نقول هذه الكلمة كل شيء بعد ما كو في ذمتي لأن هذه الأموال عندما دفعها يبدو شيء آخر ما كان فقط هذه الأموال كان قال اللهم إني أديت ما علي فأعني على الموت يقول أنا قلت إن شاء الله ما بيك شيء هو شوية كان عند ضيق في التنفس قلت ما كو شيء هذا العارض يأتي كل عام إليك وتخرج من مشافة ومعافة ليش هلقت تكثر في الآون الأخيرة من ذكر الموت قال لي وبلحجة وبلغة جازمة إن موتي سوف يكون ظهرا ما قال ظهر هذا اليوم ظهرا يوم الأربعة يقول يوم السبت أربعة خميس جمعة سبت دخلت عليه قبل الظهر حالته ما كانت حالة مستقرة جئنا له بشيء من تربة سيد الشهداء صلوات الله ووضعناها في الماء وقدمناها إليه يقول هو كأنه ما حاب يتناول شيء قال ما هذا شوية انقبض فقلت له هذه تربة سيد الشهداء فانشرحت أساريره وأخذ ذلك الماء المختلط بالتربة وشربه وقال آخر زادي من الدنيا تربة الإمام الحسين يقول بعدين قعت وأخذ يعرض عقائده الحق هذا أكو في كتبنا أنه ثبت عقائدكم كل يوم بعد كل فريضة هذا الدعاء الموجود بالمفاتيح رضيت بالله ربا تثبيت وتأكيد حتى لا تكون هذه العقيدة عقيدة سطحية عميق يقول أخذ يعرض عقائده الحق وقرأنا له دعاء العديلة موجود في المفاتيح وهو أخذ يكرر معنا دعاء العديلة بعدين بعد أن أكمل عقائده الحق في الألوهية والنبوة والولاية قال يا الله إن هذه عقيدتي أستودعها عندك فارددها علي يقول وفجأة انقطع نفسه أنا طلعت من الغرفة لعله حتى النساء إذا يردون يجون وإذا بأذان المؤذن يؤذن من الحجتية أذان الظهر كيف عرف بموته هذا بحث آخر كيف يلهم المؤمن بهذه الدقة موته قال إن موت يكون ظهرا وعند أذان الظهر مات إشلون قال إنها آخر زادي من الدنيا تربة الإمام الحسين صلى الله إشلون صرف البنائين قال اللي يريد يموت بعد ما يحتاج إلى تعمير أو قريب هذا المضم هذه القضية لا يشك في صدقها لأن الشيخ مرتضى الحائري معروف بورعه ودقته اسأل الذين يعرفون وهو مشاهد لهذه القضية إشلون امتنع عن قبض الأموال في الآون الأخير وأعطى آخر ما عليه في الأيام الأخيرة أو اللحظات الأخيرة هذا بحث ولكن الذي يهمنا أن هذه النتيجة هذه الروحية الشيخ مرتضى الحائري يقول أنا كنت أنظر هذا المنظر أنه منظر احتضار ما أدري شايفين أفراد محتضرين أو ما شايفين بهذه الحال يفكر في الإمام الحسين يفكر في الألوهية يفكر في النبوة يفكر في الإمام يقرأ هذه الآية في أهل البيت كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه نتيجة طبيعية لحياة مبنية على هذه القاعدة ولا ولا بأس بالمناسبة أن أذكر هذه القضية كشاهد لقوله اللهم إني قد أديت ما علي من التكاليف هاي كلمة كل مهم في يوم الأيام بعد صلاة الظهر أو العاصر في أحد البلاد العربية كنت أصلي بعد انتهاء الصلاة جاءني أحد المؤمنين وأعطى مبلغا من المال مبلغ متواضع كان قال هذا ناذر أو حقوق شرعية ما أذكر الآن قال أريد أن أدفع هذا المال حتى لا يبقى شيء في ذمتي بعدين راح نقلولي ذووح قالوا إجا إلى البيت تغدى وبعد الغداء نام وكانت نومته النهائية تلك النوم بعد ما قال قال أعطي هذا المال حتى لا يبقى شيء في ذمتي الأشياء التي في ذمة الفرد تثقل الفرد في اللحظات الأخيرة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا بما يعين الصالحين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنا رت الأفهم بالآيات أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر